ينضم إلينا من القاهرة أشرف أبو الهول الكاتب المختص بالشؤون الفلسطينية أستاذ أشرف يعني دائما ما تحتضن القاهرة هذه الاجتماعات واتفاقات المصالحة الفلسطينية ما الذي يمكن أن تقدم هذه الجولة من المفاوضات؟ يعني حقيقي أولا تحياتي لحضرتك والكافة أستاذ المشاهدين حقيقي هو ده السؤال اللي كل الناس بتسأله ماذا يمكن أن تأتي أو ما الجديد الذي يمكن أن تأتي به هذه الجولة من المحادثات؟ خاصة أننا شفنا على مدى ما يقرب من 15 سنة مئات الجولات وعديد من اتفاقات وهذه المرة ربما كان الشيء المهم الذي يمكن الاتفاق عليه هو إجراء الانتخابات وما يعزز هذا الاعتقاد هو أنه منذ دقائق وزير الخارجية الفلسطيني نفسه كان يتحدث مع نظيره الألماني هيكو ماس عن أن السلطة الفلسطينية في طريقها لإجراء انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية ربما كان هذا هو الجديد الذي يمكن أن يتم الاتفاق عليه لكن فيما يتعلق بكل ما يتعلق بإنهاء الانقسام هذا أمر سبق الاتفاق عليه مرارا وموجودة اتفاقات مفصلة ولكنها لم تنفذ وبالتالي فمن المستحيل أن يبدأ الحديث عن هذه الملفات من الصفر مرة أخرى إذا كانت هناك نية الإنهاء الانقسام فليزهابوا إلى تنفيذ اتفاق 2017 ويتوقف الكل عن وضع اشتراطات أما إذا كانت القصة ستبق من أعلى من إجراء الانتخابات التشريعية فأهلا وسهلا فليبدأوا بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وهذا ما يتم التلميخ إليه الآن بقوة هل برأيك يمكن أن يتم تحديد مدى زمني قريب لإنجاز مثل هذا الأمر ومسألة الانتخابات؟ يعني منذ بدء عملية إقامة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية مثل البحرين والإمارات والسودان كان هناك حديث فلسطيني جات عن إجراء الانتخابات في خلال ستة أشهر لكن مضت ستة أشهر تقريبا لم يحدث شيء ولذلك أعتقد أن إجراء الانتخابات وارد لكن الأمور سترتبط بشكل كبير جدا بالعلاقة مع الولايات المتحدة في الفترة المقبلة سيتم الانتظار حتى يتولى بايدن الرئاسة في يناير المقبل وسيكون هناك طموحات وأمال في تحسن الألقات الفلسطينية الأمريكية وبناء عليه قد تجرى الانتخابات أو تؤجل لكن بشكل عام هناك الحديث أقوى من كل شيء ومن كل مرة عن إجراء الانتخابات هل ستجرى بالفعل أيضا مسألة بها الكثير من المشاكل نظرا لأنه لا يمكن أن تسمح إسرائيل بإجراءها في القدس لأنها بالفعل اعتبرت القدس جزء منها جزء ضمته مسألة تأمين إجراء الانتخابات في غزة يعني في غير وجود السلطة ومراقبيها ستكون في منتهى الصعوبة الكلام النظري جيد جدا لكن على الأرض ستكون هناك مشكلات كبيرة طب يعني عروجا على ما تفضلت بالإشارة إليه وهو ارتباط يعني إنجاز ملف المصالحة بكل ما يجتمله بتسلم بايدن للسلطة يعني قد يفهم أن الأمر قد يكون أو تفهم العلاقة ما بين ذلك تولي بايدن والعلاقة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين نظرا لارتباط المسألة بهذه العلاقة الشائكة لكن في شأن داخلي فلسطيني لماذا يرتبط بنتائج الانتخابات الأمريكية وتولي بايدن السلطة؟ المسألة بسيطة الكل كان يعلم أن الولايات المتحدة في عهد الديمقراطيين كانت تضع فيتو على المصالحة الفلسطينية بشكل كبير كانت تريد أولا قبل أن تتم المصالحة أو أجراء الانتخابات يعني أن تقدم حماس تنازلات منها يعني التخلي عن السلاح والإعلان الاعتراف بإسرائيل والتفاوض على هذا الأساس وبالتالي السلطة الفلسطينية تريد أن تحسن العلاقة مع الولايات المتحدة لأنها عفوا وصلت إلى أدنى درجاتها في عهد ترامب ترامب قطع العلاقات مع السلطة أوقف المساعدات قطع المساعدات عن الأنور وأيد إسرائيل بشكل لم يحدث في التاريخ وبالتالي السلطة تريد أن تخرج من هذا المأزق بأن تجد إدارة أمريكية أقل أقصر رحمة من إدارة ترامب على الأقل يعود الاتصالات بين الولايات المتحدة والسلطة تعود مكاتب المنظمة في واشنطن للعمل تعود المساعدات تمارس أمريكا دور فيه الضغط على إسرائيل من أجل استقناف مفاوضات حل الدولتين وليس صفقة القرن وبالتالي قد يكون هناك نوع من الانتظار لنرى ماذا سيقدم بايدن خاصة أن بايدن قرر أكثر من مرة أنه محل الدولتين وأبدأ تحفظه على ما يسمى بصفقة القرن وأجبر الفلسطينيين على التنازل عن جزء كبير من أراضيهم لإسرائيل وبالتالي ربما يكون انتظار ماذا يريد بايدن وهل سنقبل ما يريده أو لا جزء من السياسة الخاصة بالتوجه للانتخابات الفلسطينية إذن من القاهرة أشرف أبو الهول الكاتب المختص بشؤون الفلسطينية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك